انا اخباركم ايه انا رين بقدم لكم اكل الصحي ودي قناتي بتقدم اكل الصحي نهاردة اشارككم باربع وصفات انا كنتم الاسبوع لفات مش في يوم واحد في اي مدار الاسبوع في ايام مختلفة حبيتهم وحبيت اشارككم الطريقة بيوم اكتب لكم الوصفة كاملة في صندوق الوصف عشان تقدروا تدروها بسهولة اصفة الاولى وهي بوريتوس او ايج بوريتوس على الطريقة المكسيكية ايه تعمل بالترتلا العيش اللي انا هنستخدم البيت نفسه هو لنعمل بيسسان دوتش خليكم عيش في الطريقة بيتين حطيت معلقة حليب ملح وفلفل ودربتهم وهنا احط معلقة كبيرة من زيت الزيتون او اي زيت درة او اي زيت نباتي تحبوه سخانوا الزيت على خفيف وحطيت البيت عشان اعمله املاك وهو ده اللي هلف فيه الحشوة بعد ما الاملت بيستوي على الطريقة العادية اللي بتسووها بريحاتكو تقلبوه يعني شوفوا انت المهم استوي بتدي حط هنا الطماطم وهي عبارة عن معلقتين من الطماطم معلقة من الزيتون المتقطع كبير معلقة من الجبنة المبشورة الشيدر وهنا تلت واحدة من الافوكاتو او نص كباية من الافوكاتو قطعتها وحطيتهم كلهم مع الحرارة الجبنة والحاجات دي بتاخد بخور كبير تستوي شوية احنا مش نسويها احنا بس حطناهم ونقلناهم على الطبق لفتها زي الساندوتش كذا ما شفتوه قطعتهم بقت رول فعملنا الحشوة في البيت نفسه فهنا الوجبة ما فيهاش كاربوهايدريت من اي حاجة فيها امح فعملنا الحشوة الساندر نظرة سورة الوقب الثانية للنسج على المكتبة اللي عاودة تحس براحة الاكل والطبخ خليكم معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة خمسة في المائة دهون وهي كفتا او كورات الكفتا بالسلصة وحط عليها ملح حسب الرغبة وحطت معلقة تقريبا وحط البهارات الإيطالية عبارة عن بودر التوم، بصل، شطة، وزعت المجفف وارجانون وهنا هزود شوية الهربس أو الأعشاب طبعا ده يرجع لكم وفلفل اسود وده برضو كمية اللي تحبوها وصفار واحدة من البيت وكده كبشة كبيرة من البقدونس المفروم حوالي ثلاثة ربع كباية وهكورهم وعملهم في صنية لا تتحدى نفسي وأعمل ستاشر كرة حاول أن تعملي أكتر لو تقدرين هنا بالنسبة للسوس كباية ونصف من الطماطم التازة، ثلاثة ربع كباية أو كباية من المياه بصلية حمراء متغطعة محطت عليهم وجذرية متوسطة البشرطعة مع علاقة سوية معجون الطماطم، ملح وفلفل وأورجانو طبعا دي حاجات حسب الرغبة لكن بتدي طعم حالو والسر هنا ربع معلقة من القرفة، ستدي فرق جامد أول السلسل لكن مش تحسين بتعمها طلعها مع النار، أول ما تغلي، أغطيها وحطيها على نار هادية تاني ألجحها للنار تاني، وسبعة عشرين دقيقة هنا كباية من الكرومب الأحمر، حطيت معلقة خل، وعملتها مستاش قلقتها قوي ومعلقتين من الجاثر المبشور، وقلقتهم وهي دي السلطة بتاعتي جهزة بتحسبها بقى على جنب ودربت السلسل في الخلاط أول مستوي، زي ما انتو شفتو ودوقتي أول ما الكفتة استوت، الكفتة بالضبط أخذت تقريبا 15 دقيقة أو 10 دقايق، وحطتهم على السلسل وحطتهم على النار دوقتي 18 دقيقة على نار هادية عشان يندمكوا مع بعض وهقدم هحط هنا تقريبا 3-4 كباية من الرز البني المسلوق مسلوق زي الماكارونا، وهقدم معها ستة واحدات من الكفتة بالسلسل والسلطة بتاعتي، وهو أحطها على السلطة هنا وهو أعمل كل سلو بالطحينة مش عارفة سميها ايه، معلقة صغيرة من الطحينة، ودي طحينة عادية خفرتها بشوية مية وحطت عليها شوية كمون، وده طبق طبق مفضل حل متنوع، فيه درجات من الأرمشة مع حاجات طرية، فهتحس انه فيه كزا طعم في نفس الطبق انا بحب النوع الأطباق ده، انتو كمان قولولي الأطباق اللي بتحبوها، بتحبوا الطبق بيبقى عامل ازاي نوع واحد منوع يعني الكفتة طرية تعموها لذيذ، مريحة، خفيفة، تقريبا مفاجقة الدهون قليلة، او اذا ما شفتوا لا تسكر يعني انت من الطحينة بس، فهو طعم حلو يرضي كل جميع أفراد الأسرة صغيرين وقبال، نفيش حد بحب الكفتة بروتين شيك او بروتين سموذي بعد التمرين، قبل التمرين او فطار او سناك هنا استخدم مزايا صغيرة مجمدة، شوت من الاسبريسو، سكوب من فانيليا او بروتين باودر فانيليا، ونص كوبية من حليب اللوز غير محلط لا تقدر تستخدم أي حليب، سأضعهم كلهم طبعا في الخلط، معلقة صغيرة من حبوب الكاكاو، او صغيرة من كاكاو البودرة كما تحبه ومعلقة صغيرة من زبت اللوز، تقدر تستخدمه فول سوداني، لو حابين او تستخدمه على الخطوة دي، وربع كباية من الترجع، لكي يديني قوام كريمي وتبقى ساقعة كده ودخينة، فاهمين؟ ساقعة ودخينة وكريمية، يجنن الطعم كافي مع بصو، مش قادر يلوك على الريحة، وكمان ونقش، دلوقتي سيأتي إلى وجبة سناك، او وجبة عشد، حسب كل واحد الوصفة ليس محتاجة أي طبخ، لساعة سيكون كسلانة، او الناس الكسلانة لأنني عاوز تعمل سناك، او عشد ساحل ساستخدم هنا رايز كيك او توست الروز البيب ام ارمش، ساستخدم ثلاثة مفيش أي وصلة، ساستخدم في اثنين زبادي يوناني، تقدروا تستخدمه اللبنة، او ساستخدم في ثلاثة، او جبنة كريمية لايت، ساستخدم في اثنين خيار متقطع ومتقشر، والثالثة عبارة عن معلقة كبيرة من الفوزد، وجوز الهند، والتوت المجفف، ساستخدمه زبيب، او اي مكسرات، تدينينا الياف، تدينينا بروتين، تدينينا كمان دهون صحية، س سهلة، سريعة، في اي وقت ممكن اكلها، في اي وجبة، خليك عندك ليونة في الوجبات، كل اللي انتي عاوزها واسمعي لجسمك ووجبات اكلتهم من الاسبوع الفات على مدار الاسبوع متنوعين من الايام مختلفة، انا حبيتهم كلهم وحاساتهم قريبين لقلبي، ويشبعوني وحاساتهم بفدوني ايه اكتر حاجة حبيتيها انتي وحبها تجربية اكتبوها في الكومنت، وحبي انتو شوف ايه اكتر عندي في القناة شكرا لكم واذا احسيتوا ان الوصفات بجد اسعادتكم وفادتكم، ما تنسلوش تعمال واشتراك في القناة، وشيرت من كل صحابكم كمان يستفيدوا واللايك علشان كمان تدعموا القناة، شكرا لكم ومع السلامة